السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى لكل يصلي على النبي سنشرح كيف نسرق المحلات هناك نوعين من المحلات هناك محلات لها سرداب أو باب خلفي و هناك محلات عادية هو الكشير ستخلص للراجل ستكلمه ستختار أول اختيار بعد ذلك ستجد أختيار السرداب الأول أول اختيار الثاني سنختار أول اختيار وهيقعد الراجل يرغي معك ولكن هنا حاول أنت تقلل القتل والضجة لكي لا تأتي بسرعة فأنت هنا ممكن تستخدم السهم أو تستخدم السكاكين فالاختيار عاد لك لان لو طبعا ضربت نار هتلاقي كل الناس ايه؟ بتريد تجي بسرعين لا تستخدم شيء خطي لا تستخدم شيء خطي وتقتل الناس عادي هتلاقي أن أقصح غرامة هتدي لك هي 500 دولار في المدينة فكل مدينة لها 500 دولار هنا ألم السكاكين وطبعا لو تلعب بالأسهم هتلم الأسهم بتاعتك عشان توفر هنا هتلاقي فيه في الصندوق اللي ورا ده مسدس مسدس كويس يعني والخزنة موجودة أي خزنة هتلاقيها لازم تحط عليها الديناميت وتضربها بالمسدس أو ترمي الديناميت عليها على طول ولكن أنا بفضل لأحط الديناميت الأول وبعد كده أبعد وأضرب المسدس ودايما وانت بتسرق بص على الخريطة عشان لو بقت لونها لون أحمر اعرف ان فيه حد بلغ عنك أو الشرطة سمعت الصوت اللي انت عملتها فعندك حل من الاثنين يا تستخبه خالص والشرطة هيجي عاين ويمشي ما يشوفكش أو هتضطر اللي انت تقتل الشرطة وفي كل تالحالتين حاول اللي انت بعد ما تسرق اللي انت تهرب بسرعة من الديناميت عشان ما تعملش مشاكل كتير أو تقتل الشرطة كتير ويبقى عليك فلوس زيادة فانت تبقى ساعتها ملهاش لازمة اللي انت عملته لان كل محل بيبقى فيه فلوس ما بين من أول عشرين دولار لبين دولار فانت لو عديت المبلغ ده خلاص يبقى كأنك ما عمدتش اي حاجة وخسرت نقط شرف أو الطائية اللي أنا قلت عليها في الفيديو الاولاني خالص اوام ومعلومة ليك ان انت ممكن تسرق الخزنة كمان بتاعت الكشير بعد ما تسرق القوضة او السرتاب اللي جوه فانا هنا مردتش اسرق الخزنة عشان كنا نتوقع عليها مالهاش لما وتمنى ليكم كل النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة